اشتركوا في القناة وبين المغرب والعشاء التركع يعني الصلوات يقول اشهر تلامذته سليم بن عيسى رحمه الله يقول دخلت يوما عليه فوجدته يبكي فقلت ما يبكيك فقال التفكر في هذه الاية فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز كان يتفكر في هذه الاية ويتفكر في معنى زحزحة الزحزحة كلمة تستخدمها العرب للاشياء الثقيلة انا لا اقول مثلا زحزحت الكأس من مكانه الكأس كم وزنه يعني شيء قليل لكن الزحزحة تكون للاشياء الثقيلة كالخزائن الكبيرة وقطع الاثاث الكبيرة يقال لا استطيع ان ازحزحه من مكانه فلما يقول الله فمن زحزح عن النار دليل ان الزحزحة تكون بثقل وادخل الجنة فقد فاز نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم هذه الزحزحة عن النار وان يجعلنا واياكم من اهل الجنة امين يا رب العالمين وذكر الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال وابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة وابن شاهين في كتابه الاشارات في علم العبارات يعني علم تعبير الرؤى عن خلف ابن هشام البزار خلف ابن هشام البزار هو الذي يروي عن سليم عن حمزة يعني هو احد الراويين في قراءة حمزة يقول خلف قال لي سليم ابن عيسى الذي هو شيخه وتلميذ حمزة دخلت على حمزة ابن حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه في الارض ويبكي فقلت اعيذك بالله فقال يا هذا استعذت في ماذا ثم قال حمزة رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت وقد دعي بقراء القرآن فكنت في من حضر فسمعت قائلا يقول بكلام عذب لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن الله مغفر لنا وارحمنا يا رب الله مغفر لنا وارحمنا لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن فرجعت القهقرة القهقرة هي أن يرجع الإنسان دون أن يلتفت يرجع دون أن يلتفت هذه اسمها القهقرة فهتف باسمي سمع صوتا يقول حمزة عن نفسه فهتف يعني في تلك الرؤية المنامية فهتف باسمي أين حمزة بن حبيب الزيات فقلت لبيك داعي الله لبيك فبدرني ملك فقال قل لبيك اللهم لبيك الله أكبر هل فهمتم إخوات إخوتي ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن الصوت الذي سمعه حمزة هو من الجليل سبحانه وتعالى من خالقنا العظيم هو ظنه من ملك من الأملاك لذلك قال لبيك داعي الله لبيك يقول فبدرني ملك فقال قل لبيك اللهم لبيك فقلت كما قال لي يعني قال لبيك اللهم لبيك قال فأدخلني دارا فسمعت فيها ضجيج القراء هذا عم يقرأ وهذا عم يقرأ المجموعين القراء فوقفت أرعد من هول الموقف فسمعت قائلا يقول لا بأس عليك ارق وقرأ الله ينولنا وإياكم يا إخواننا هذه المنزلة فسمعت قائلا يقول لا بأس عليك ارق وقرأ فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض دفتاه من ياقوت أصفر ومرقاته يعني الدرجة من زبرجد أخضر فقال لي ارق وقرأ فرقيت فقيل لي اقرأ سورة الأنعام فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ يعني من الذي طلب منه القراءة فقال له اقرأ من سورة الأنعام لا يدري المهم هو يستجيب فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ حتى بلغت الستين آية يعني من سورة الأنعام فلما بلغت وهو القاهر فوق عباده فقال لي يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي فقلت بلى لما قال له ألست القاهر فوق عبادي عرف من المتكلم أنه الجليل العظيم خالقنا سبحانه وتعالى قال صدقت اقرأ فقرأت حتى تممتها تمم سورة الأنعام ثم قال لي اقرأ فقرأت الأعراف حتى بلغت آخرها فأومأت بالسجود لأن في آخر سورة الأعراف هناك سجدة فقال لي حسبك ما مضى حسبك يعني يكفيك ما سجدت في الدنيا دار التكليف انتهت دار التكليف في الدنيا وهذا الرؤية المنامية كأن القيامة قد قامت ففي القيامة لم يعد هناك تكليف فقال لي حسبك ما مضى لا تسجد يا حمزة من أقرأك هذه القراءة فقلت سليمان يعني الأعمش الأعمش اسمه سليمان قال صدقت من أقرأ سليمان قلت يحيا قال صدق يحيا على من قرأ يحيا فقلت على أبي عبد الرحمن السلمي قال صدق أبو عبد الرحمن من أقرأ أبا عبد الرحمن فقلت ابن عم نبيك علي بن أبي طالب قال صدق علي فمن أقرأ علي قال قلت نبيك صلى الله عليه وسلم قال ومن أقرأ نبيي قال قلت جبريل قال ومن أقرأ جبريل قال حمزة فسكت فقال لي يا حمزة قل أنت يعني أنت أقرأته فقلت ما أجسر أن أقول أنت يعني حياء من الله ما عمد عقله لا يحتمل أنه واقف بين يدين المولى الجليل وأن المولى يخاطبه وهو يعيد قال ما أجسر أن أقول أنت قال قل أنت فقلت أنت قال صدقت يا حمزة وحق القرآن وحق القرآن يا حمزة القرآن كلامي وما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن أدن يا حمزة أدن يعني اقترب فدنوت فغمر يده في الغالية الغالية نوع من أنواع الطيب اسمه الغالية ثم ضمخ نئبها وقال ليس أفعل بك وحدك قد فعلت ذلك بنظرائك من فوقك ومن دونك يعني بالقرآن من قبلك وبالقرآن من بعدك ومن أقرأ القرآن كما أقرأته ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يرد غيري لم يرد من الورود الورود يعني المجيء إلى الماء فبمعنى لم يأني يوم القيامة لا يأتي إلا للمولى الجليل سبحانه وتعالى وما خبأت لك يا حمزة عندي أكثر فأعلم أصحابك بمكاني من حبي لأهل القرآن وفعلي بهم فهم المصطفون الأخيار يا حمزة وعزتي وجلالي لا أعذب لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار ولا قلبا وعاه ولا أذنا سمعته ولا عينا نظرته فقلت سبحانك سبحانك أي ربي فقال يا حمزة أين ننظر المصاحف يعني الذين لما يقرؤون ينظرون في المصاحف فقلت يا ربي حفاظهم يعني حفاظ المصاحف قال لا ولكن أحفظه لهم يعني نظار المصاحف شيء والحفاظ شيء تاني كل واحد له أجر الذي يقرأ غيبا له أجر والذي يقرأ وينظر في المصاحف له أجر آخر قال فحمزة لما سأله عن نظار المصاحف ظن الحفاظة فقال يا ربي حفاظهم قال لا ولكني أحفظه لهم حتى يوم القيامة فإذا أتوني رفعت لهم بكل آية درجة ثم التفت حمزة إلى تلميذه سليم وقال له أفتلومني أن أبكي وأتمرغ في التراب هذا هو حمزة وهذا هو حب الله لأهل القرآن نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يحشرنا في زمرتهم إنه تعالى سميع قريب مجيب